شاهدين أهلاً بحضراتكم معانا فقرة الحوار التانية لهذا اليوم شرفني يكون ضيفي فيها الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية الاقتصاد السياسي والتشريع أستاذ الاقتصاد جامعة 6 أكتوبر أهلاً بك يا دكتور أهلاً والسلام نورنا يا فند كل ما يجي كلام عن سينة يشغلني حتى لما بيكلموني عواقل سيناء أو يعني غريباً بيبقى شيوخ قبائل أو صحفيين أو كده ما بيعايز أعرف الحقيقة هل بالفعل بدأت مشروعات الدولة لتنمية سيناء وأعادة الإعمار وتمكين هؤلاء المواطنين اللي ظلموا كثيراً أدبياً حتى وفعلياً وحرموا من الامتلاك ويعني كانت أيام مش حلوة يعني الحقيقة في حقوقهم هم أثبتوا في أكتر من موقف وقدموا دم إن كانت درابين ولا غيرها يعني فيعني هل بالفعل بدأوا يعوضوا أم يستمعون فقط إلى أرقام ربعمائة مليار بنية التنمية في سيناء خلينا نقول البداية حقيقة يعني بدأت من حوالي ثمان سنوات يعني دي كانت رغبة حقيقة وهنا بقى الرغبة مع القدرة إرادة بقى يعني إرادة نعم يعني إحنا كنا بنتكلم على عقود همشت وعوزلت يعني سيناء همشت وعوزلت خباً بداية التنمية الحقيقية بدأت مع مشروعات الربط منطقة شرقب ومنطقة غرب ليه؟ لأنه هتربط معناه أنه هتدي فرصة لإستثمارات الخوش خلاص مش هتقعد بقى طويلة والسحرة هيبقى لها سكة خلاص على السويس والإسماعيلية وبورسعيد بالضبط نتكلم على ستين ألف كيلو متر مربعة ده دي المساحة الكلية منطقة القناة أو إقليم قناة السويس شمال سيناء وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية بيساموا في حدود تلاتاشر ونصف المية من نتج المحل إجمال المصر تقريبا ربع الرقم ده ربع التلاتاشر في المية دول هما مساهمة جنوب سيناء وشمال سيناء ولما نيجي نشوف بالأرقام هتلاقي الجنوب بتساهم أكتر كتير عشان القرى السياحية لا حد كبير أرقام فعلية متدنية جدا نسبة للمساحة اللي موجودة فده يشير إلى أنه ما فيش استخدام كفء للمنطقة دي طيب اللي تم خلال الفترة اللي فاتت إيه أول حاجة لازم تطهر الأرض دي كلها من اللي موجود فيه ده خد عشر سنين آه لازم يعني عشان تقدر أنه أنت تبني صح وخصوصا دي جرين لاند بلانت يعني سهل أنه أنت تبني فيها على إنجاز التعبير على نظافة من الأول خارج الرئيس قال أكتر من مرة أنت عشان تطور حاجة قديمة أصعب مئة مرة منك تبني من أول وجديد دحية دحية عشان كده توسع طريق وزد عمارات كل حاج كل حاج كل حاج عشان كده هو الهدف الأساسي أن أنت أو الدولة يعني تعيد عمار المنطقة دي كلها بشكل مختلف بنمط معماري مختلف باستخدام أو استغلال أو تمكين اقتصادي كامل المناطق اللي فيها زراعة تم بالفعل استغلالها بشكل كامل وبدأت تنتج فعلا بمناسبة من 2018 كانت أهلينا والناس ومنهم أصدقائي يعني بدأوا أنهم يمتلكوا أراضي زراعية ساعة الهيئة كانت بتطرح الأراضي يا جماعة اللي محتاج أراضي يجي يشوفوا يشوفوا الشروط ويملق فيه ناس كتير جدا من السويس ومن اسماعيلية بدأت أن هي تتوسع اللي عندهم زارع زراعية أو من الحاجات اللي هي لها علاقة بقطاع الزراعية توسعوا بالفعل أنتجوا من 2020 ويمكن جزء كمان بالمناسبة جزء من الحاصلات الزراعية كان جاي من المنطقة الجديدة وهو في إجمالها كله بطير حدود 450 ألف فدان الإجمالي كله رقم كبير رقم ضخم طبعا رقم ضخم آه يعني هم نتكلم أنت بتكامع على صحرة آه ما يلمز هناك أنه 450 ألف أيو يعني نص مليون فداني نص مليون فداني ده حاجة بطير كمان من رقعة الزراعية في مصر ده إجمالي المشروع كله آه آه اللي تم منه حوالي آه حوالي 50% مش يعني هم نتكلم على إجمالي استثمارات فعلية في حدوده لـ 450 مليار من أصل كام؟ من أصل حوالي 600 وأنا أتوقع أنه ممكن تصل لتريليون جنيه يعني أنا أتوقع في نهاية المشروعات دي كلها قد تتخطى التريليون جنيه آه ليس قالت حدودك السؤال ده نعم لأنه أرض آه يعني يكمن فيها رزقي لا يمكن أن أفرد في رملة منها إضافة إلى الزودة عنها والدفاع عنها لكن أنا أبكلمك بشكل براجماتي يعني بشكل بقى مصلحي صحيح صحيح آه أقول لك صحرة لكن لما يكون أنا هنا مصنعي وهنا بيتي وهنا علتي وهنا أكلي وهنا زرعي صحيح هو الإرهاب تمكن في فترة من الفترات في سيناليا العدد من العوامل أهمها طبعا العزلة اللي كانت موجودة ايه أهمها طبعا التهميش الاقتصادي اللي كان موجود طبعا لكان عندنا جهاز تنمية سيناء لعقود لم تنمى سيناء ولكن في الفترة الأخيرة مع الإرادة الحقيقية والقدرة والإصرار برغم إن الفترة دي كانت أصعب بكتير كانت أصعب تبطهر أسلحة ومجرمين وتكفريين وكمان حرب شوارع آه يعني بيستخبوا وكانت فترة كانت الأنفاء رايحة جاية بيختبق في وسط الناس صحيح عشان تقدر تعمل المجهود ده محتاج مجهود مضاعر آه من الأجهزة أجهزة الدولة كلها إلى جانب الناس الأصليين صحيح اللي هم المصريين أصليين اللي مجهودين في سين صحيح عشان كده كان المجهود مضاعف والنتائج كانت مرجوة بشكل كامل طب إيه ملامح بقى فكرة المرحلة التانية والمرحلة الأولى ما الذي تم في المرحلة الأولى وإيه ملامح المرحلة التانية اللي يمكن بدأها دكتور مصطفى مدبولي لما كان هناك من ثلاث إيام نعم المراحل الأولى دايماً في أي تطوير بتكون الإنفرستراتور البنية التحتية محطات كهرباء طرق محطات صرف صحي مياه تحلية مياه إلى آخره من البنية دي كلها المرحلة التانية بتقفل أو بتخلص بقية المرحلة الأولى من دخول المشروعات دي للخدمة إلى جانب بقى الإسكان تبدأ بقى تعمل عملية إعمار أو تعمير المساكن تتبني بشكل شوفنا تجمعات بدوية كتير الزبط التجمعات دي كلها التجمعات في مجمالهم تقريباً أكتر من 17 مجمع أو تجمع سكني بياخد النمط اللي ممكن يلائم البيئة الشكل البدوي آه الشكل البدوي عشان يعني يعني ما هو ما ينفعش ما ينفعش تخلع واحد من بيئة لا كمان ما ينفعش أروح أعمل برج مثلاً على سبيل المثال 30-40 دور مثلاً في المنطقة واسعة وهم مش واخدين على كده بالزبط فعشان كده كان مهم جداً النمط المعماري اللي تم وفي مراحله المختلفة هو يستوعب حجم كبير من الإسكان إلى جانب كمان أنه هيمكن أهالي البدو والقبائل من أنه هم هدون فرصة أكتر للاندماج في الحياة الحضرية وده هيزود طبعاً مساهمتهم في الناتج إلى آخر نعم نتكلم على التجمعات دي كلها قبل كده مش مدرجة في حسابات الناتج القوم صعوبة جداً بقى لغة في أنك تحسب حضرتك يعني تحسب قد إيه بينتج من 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 الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة صعب جداً بينما في حالة دخول الدولة كان هو معزول زي ما حياتك تفضلت أنت أصلاً مش عايف تروح له وخايف تروح له أكيد بينما في الوضع الحالي لا الأمر مختلف هناك استثمرات تم دخاء هناك مستهدفات بيتم إياسها بشكل دوري وبشكل متابعة يعني دورية عشان لو فيه أي متطلبات لإجراءات لقوانين لأي من الإجراءات أو السياسات أو الأدوات اللي ممكن تستخدمها الدولة تكون حاضرة بشكل فوق عشان كان منتظر جداً أنه المساهمة من المنطقة دي بدل ما يكون في حدود الأربعة والخمسة وأرقام متدنية لا إحنا نصل لعشرة في المية هي مساحتها عشرة في المية من الجمهورية يبقى حد أدنى على الأقل تساهم فيه عشرة في المية ده على إمتى المستهدف ده؟ المستهدف عشرين ثلاثين عشرين ثلاثين من المطاقة أنه يكون فيه مضاعف للإستثمار أو مضاعف للإستثمار يكون أعلى من كده بكثير والحقيقة أنه الأماكن المعزولة فترة طويلة بيبقى فيها ميزة أنها بتحتفظ بفولكلورها ببيئتها بأغنيها برأساتها بمشغولاتها اليدوية بملابسها فده بالنسبة للعالم ده تراص عبقري يعني ده مصدر اقتصاد كبير فضلا عن أنه المكان نفسه هو أساسا سياحي من الطراز الأول بالضبط بالضبط صحيح يعني سياحي متنوع في سحرة متنوع متنوع من الطراز الأول ده يدي فرصة أكتر للقطاع السياحي يتلوه القطاع التعديني يتلوه القطاع الزراعة ثم بعض القطاعات المرتبطة بالأنشطة الزراعية والأنشطة الوجستية والخدمية يمكننا كمان نتكلم على موجود في سيناء منطقة الاقتصادية القناة السويس أحد يعني نقاط التجمع على حجم كبير جدا من الصناعات حول العالم نتكلم في المنطقة دي فيها شراكات ما بين أطراف أوروبية سيا دي في النحية بتاعت سيناء أو في النحية التانية هي لها أربع مناطق آه يعني في منهم مناطق في النحية النحية التانية من الأنفاء نحية شرق برسعيد آه في جزء المنطقة هي أربع مناطق ودي تبعد قد إيه بقى عن مثلا رفح الشخزوية بين العب هي هو إحنا بنتكلم على مسلس كده آه فهي رفح النحية دي هي النحية التانية نحية برسعيد آه فهي كلها شبه الجزير يعني هو يعني تقصت حضرتك إنه لو عسنا بفكر في الناس اللي هتشتغل بقى في المناطق الاقتصادية دي نعم هيبقى سهل إنها ترجع لرفح بسهولة هو دلوقتي ما بقاش فيه مكان صعب في مصر يعني أنا بقى بتحرك من أكتوبر على سبيل المسلية شغل تاني في العاصمة آه يعني بقى أمر عادي يعني عادي جدا بسي ممكن الناس بش قادرة تتصور ده بالنسبة لشمال سينة بسبب يعني لا وكل كل محاور الرابط اللي حصلت في الجمهورية الحقيقة يعني معدل التدفق أو معدل الوصول ده ضاعف ممتاز يعني صحيح يعني الوضع مختلف تماما يعني خصوصا كمان مع زيادة حجم الأعمال اللي موجودة بحجم النشاط الاقتصادي بمختلف يعني الناس كتير قوي ممكن تكون تسمعنا دلوقتي من الصعيد موجودين في سينة وبشتغلوا وليهم دخول وأولاية هي محتاجين توطين كمان يعني محتاجين ناس تروح من الصعيد في الزحمة اللي عندهم تحت دي اللي هيلاقي يلقم تعيش في مكان مش بس إنه هيستقر فقط في وقته يعني مؤقت عشان لا لا يستقر ويجيب عياله ويلاقي مدرسة ويلاقي شقة نظيفة ويلاقي جنينة كل حاج كل حاج فده كله في النهاية هدفه الأساسي رقم واحد التمكين الاقتصادي لكل شبر في مصر إننا نحن نستغله بشكل كامل إلى جانب طبعا إننا نفرغ الكتلة السكانية اللي موجودة حوالين الواد الضيق وننقلها بشكل جديد في المناطق اللي هي المفروض كان خلال عقود من الزمن كان مفروض تتنقل لها بالنسبة للخدمات يعني إمتى نقدر نقول إن أهالي شمال سينة والمواطنين اللي راحوا بقى من محافظاتهم الجنوبية مثلا عشان يشتغلوا في مصانع في مناطق اقتصادية أو ما شابه بيلقوا كل الخدمات إذا كان خدمات يطلع بطاقة يطلع شهادة مايرجعش بقى مايرجعش يرجع لمادينته كل شوية عشان يجيب ورقة عشان يكبع لا هو أمر الخدمات العامة الحكومية كإجراءات بقى يصير بشكل كبير آه لأنه مجال أو القطاع ده بالتحديد شاهد تطوير غير طبيعي بقى هنا بنشوف دلوقت السجل اللي بيشتغل تمانية بالليل وبنشوف بنشوف يعني وفي أماكن بحطات بانزين ومولات وحاجات مختلفة خالصة ده برضو موجود في الأماكن اللي ممكن يكون فيها تركز سكاني أو عدد موجود المهم فيه تمكين البشر في المناطق دي كلها إنه تكفل إنه يكون فيه استدامة لقمة العيش كفلت إنه يكون فيه استدامة لقمة العيش اللي موجودة والرزق بتاعهم خلاص أنت ضمنت استنراره بل بالعكس لا وأمنت المنطقة لأنه مش ممكن يعني المنطقة دي ليه هي منطقة ضعف للدولة المصرية من قامل فرعنة عشان فاضية فاضية عشان فاضية وده ده اللي بيشجع الغزاة دايما إنه منطقة فاضية عندنا مشروع مهم جدا زاره رئيس الوزراء أكتر من مرة والحقيقة طموح جدا من درجة واحد شقدر يتصور جماله يعني مشروع للتجل الأعظم على أرض سيناء هذا ده فرصة غير طبيعية سياحية لنا بقى مكانه فين وممكن يفيد السينوية بشكل إيه هو مستغل يعني خلينا برضو نبقى يعني منصفين هو مستغل ولكن من الممكن استغله بشكل أفضل هو في الشمال لا هو في المنطقة التور والمنطقة الناحية التانية من خليج السويس يعني هو ناحية الشرقية لخليج السويس يعني يعتبر في منطقة الوسط يعني هو على ما أتذكر الخريطة بظبط هو يعتبر في منطقة الوسط يعني ما بين الشمال وما بين الجنوب ما بين الشمال والجنوب والشارق والغرب حلو قوي ممكن يجولوا من الشمال كتير فيه طرق معدية من المنطقة دي ربطة ما بين الشمال والجنوب إلى جانب طبعاً فيه قطرة سكة حديد موجود بيتم إنشاؤه الفترة دي هو حياتك تقصد إنه كان مستغل كدير سانت كاترين طبعاً يوظف كتير وكده بس برضو قدرات دير مش هي قدرات الدولة لما الدولة بقى هتعمل مطار هتعمل فنادق هتعمل لانسكيبس هتعمل حد خضرة كل ده يختلف طب طب يعني عارف حضرتك إحنا مثلاً زمان وإحنا صغيرين كنقوله هنعمل رحلة للمنطقة دي ونطلع الجبل عشان نشوف شروق الشمس في الحتة بتاعت جبل موسى ومنطقة رقولي قوكب لكن ما كانش حد يجرؤ يقول مثلاً هنقعد أسبوع هتقعد فيه لكن لو فيه أوتيل بسيط كده مش لازم يكون ست سبع نجوم يعني هياخد الطابع الموجود زبط هياخد الطابع البدوية فرصة تتعرف على الحياة البدوية تعمل بالليل صهرة بدوية تشوف لبس أكل أعتقد ده جاذب للعالم كله منطقة ده يبقى زي منطقة نجازة صحية يعني اللي هو بالتعامل بيئياً كل المشروعات بالمناسبة اللي موجودة في سينة بتاخد العمل البيئي بشكل غير طبيعي غير تقليدي يعني لو فيه فرصة أنه تعتمد المحطات دي بنسب معينة على الوقود الإخوري ونسب أعلى للسولرينجي طاقة المتجددة بيزود وينفق على الجانب ده ناصر كلها ماشية في الاتجاه بالضبط هنتكلم على بحلول عشرين خمسة وثلاثين هنتخطى الخمسة وخمسين في المئة من حجم استهلاكنا يعني خمسة وخمسين في المئة من حجم استهلاك الطاقة هيبقى طاقة نظيفة ومتجددة فكل المشروعات اللي موجودة بتاخد العمل البيئي عمل البيئي مش بس عملية استخدام الطاقة ولكن أنه هو يتكيف أيه مع الطبيعة الخاصة لكل منطقة صحيح يعني إحنا ممكن بنشوف حولين العالم وبعض الفنادق اللي موجودة جوه الجبال أو موجودة بشكل معين لو بصيت عليها من فوق مش هتشوفها ليه وقد ده الطابع اللي موجود ده أعتقد اللي بيكون موجود فيه التنمية السياحية اللي موجودة فيه ده هيخلق فرص عمل كتير بكل تأكيد ونوع مختلف وهيجي لك السياحية يعني عارف كل اللي عايزة أقول إيه الرموز الفلكلورية الشمال سينوية دي هتتحول لسيفونيرز هتتحول لقطع بقى تمسال وخلخال والبرقع والجمال اللي بيشوفه في اللبس بتاعهم ده وبالمناسبة ده لي صدر كبير في العالم طبع جدا كل اللي بيجي جدا بيحب يجي تاني ويحب يجيب أصدقائه وكل ما عارفه ورحلات السفاري والطريقة بتاعة الشاوي والقعدة العربي لا عدوه شوقتنا كده نروح لا ياريت يعني نستمتع من المميزات والميزات الاقتصادية الكامنة فيه سيناء كبيرة جدا وضخمة جدا سواء كنا بنتكلم على تعديم أو بنتكلم على سياحة زي محرك تفضلت أو بنتكلم على مشروعات زراعية بالمناسبة سيناء فيها عدد من السدود السدود اللي بتحجز الأمطار اللي بتنزل على بعض الجفاف وبعدها بتستخدم في زراعة بعض الحاجات اللي ما بتحتاجش مية طول السنة ما بتحتاج بالزبط وفيه كمان أنواع من الأعشاب الطبية اللي موجودة شو موجودة في أماكن تانية في العالم نوظر أن هي بتتغذى على نوع معين من التربة اللي موجود تربة يعني بركانية بشكل معين فيها مميزات إن قعدنا للصبح مشان نعمل هيبقى في التثمار أهو كل ده كله هدفه الأساسي إن احنا نمكن أو الدولة تمكن استغلالها بشكل كامل من كل فرص الاقتصاد أو الموارد اللي موجودة طيب ومنها منتظر طبعاً ده يسم بشكل كبير في التوظف من جهة في استقدام رؤوس أموال من جهة أو استثمارات تنوح حتى الاستثمارات اللي موجودة ما تنصبش فقط في الاستثمار التقليدي إن أنا أجيب أستخدم بس الموارد الخامل اللي موجودة فقط ولكن إن أنا أعتمد على قطاعات أخرى يعني طيب عايز أختم مع حضرتك بنقطة بقى شديدة الأهمية وإحنا يعني عمليين نقول إن إحنا أنجزنا فيها وأنجزنا فيها بطيء الحقيقة وضعيف وهي فكرة تغيير منطق التفكير بحيث سيبك بقى من الأمن القومي والانتماء كلام ده كلام حلو قوي بس كبير لكن فكرة إن انت تقدر توصل للشاب والشابة السناوي والسناوية وتبتدي تغير الفكر مع ما نقدرش ننكر برضو إن ده كان على دماغه زن كتير صحيح كان تجارة الأنفاق بتجيب فلوس قد كده صحيح واستقطابه علشان يخون بلده وكان على دماغه عال جدا يعني هوى كتير صحيح فإزاي إزاي إنت تقدر تعيد تفكير هؤلاء الشباب علشان مش بس يبقى هويتهم بس مصرية لأ ده يبقى بالمية مش بالعشرة هو خلاص كل تركبته الثقافية أصلا المواطن المصري معروف إنه هو ما بيديش عمره لشغله مثلا زي المواطنين بره يمكن ده مش حلو قوي لكن موجود يعني فالجزء الحتة الفضية دي بتاعت الثقافة بتاعت الغنى بالليل بتاعت الأحاديث البادوية زي تتحول لأحاديث بناءة تجاه الوطن وعيالي هيكلوا لما أنا أحافظ على دي ولما أزرع دي ولما أصنع دي وأصدر دي كل ده طبعا مأخوص في الاعتبار خصوصا أنه يعني تم تصميم الخطط التنموية بناء على الرغبات إلى جانب الاحتياج اللي موجود فيه كل شبر اللي موجود فيه سيناء بمعنى آخر لو كنا بنتكلم على التجمعات السكنية فهي معمولة بشكل معين يتواءم مع اللي موجودين ورغباتهم كمان لو بنتكلم على تنويع الأنشطة الاقتصادية بكاة الثقافة بقى آه الأنشطة الاقتصادية فهمتتخذ البعد المجتمع فيها هو الثقافي يعني بنتكلم على السياحة بالتحديد هي دي المدخل الأساسي لطعمك والأسرع والأقل كلفة صحيح والداخله الأول بيروح على المواطن وبعد كده أسره بيبان على الدولة صحيح فده برضه فرصة كبيرة جدا بشغل ناس كتير طبعا انت كان عندك ملايين في العاملين في القطاع السياحي والخدمات اللي معاونة قبل ما السياحة تتكلم على وسائل المواصلات بتتكلم على بزارات بتتكلم عن تصنيع قطاع كامر شادي كله كله الداخل السياحي بالتحديد أو القطاع السياحي قبل ما الدولة بتستفيد العاملين الأول هما اللي بيستفيد صحيح كل العامل اللي عاملين بصورة مباشرة أو غير مباشرة على القطاع السياحي هو اللي بيستفيد صحيح عشان كده هو ده ممكن في يعني الصف الأول من ضمن أولى أولويات الدولة السياحة السياحة بتغير الثقافة الوحدي خصوصا بتحتك وبتشوف ناس وبتتعلم بالمناسبة عنكش دعو ما ببصش على حد عنهم خبرة كبيرة جدا في السياحة والسياحة الوافدة لسينا قبل الكلام ده احنا بنتكلم في 2005 أو 2006 أو 2007 المنطقة دي كانت أعلى معدلات وفود سياحية في آخر 30 سنة كانت سينا ليه كان الوضع يعني يستوعب إلى جانب أنه كان الأمور مستقرة على المستوى الإقليمي والعالمي فكان فيه تدفق سياحي جيد جدا في المنطقة دي كانت جزء السياحة أو القطاع السياحة بيمثل أكتر من 60 و70% من النشاط الاقتصادي اللي موجود في الوقت ده في المنطقة دي فإذن هو قابل بنيته التحتية موجودة وكمان بنيته التحتية مش بس أن أنا هجدد من المباني بنيته تحتية في البشر في البشر نفسهم وده اللي يخدم على النقطة اللي حضرتك أثرتها هتعيد مرة تانية تمكين الشباب وعادة دمجوهم مرة تانية في بيئة مختلفة خالص مع وضع مختلف شرفتنا تحياتي لسعدك شكرا لدكتور فرج عبدالله عضو الجماعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر بشكركم مشاهدينا شوفكم الأسبوع الجاي في حلقات جديدة أصباحا بخير شكرا لدكتور فرجع استثناء شكرا لدكتور فرجع اشتركوا في القناة شكرا لدكتور فرجع اشتركوا في القناة